انا عايز بس اقول لان اللي الواحد شافه في خلال الاسبوع اللي فات يعني انا كنت بقولها لحضركم بقى حجم تصارع الصدمات الخارجية والاحداث اللي كل شوية بتحصل فوق ما يعني حضركم يعني نبقى متخيلين يعني احنا الحمد لله ربنا كرمنا في موضوع الكهرباء وقعدنا وان شاء الله ربنا قدرنا وحنفضل ملتزمين به لكن اذا كنا ناخد بالنا في نفس الاسبوع يوم الجمعة حصلت المشكلة الكبيرة بتاعت التقنيات واتدى يتقال ان فيه هجمة سبرانية عالمية غير مسبوقة وبعد ما الدنيا كلها قامت في العالم كله واضطرينا ان احنا طبعا على طول كانت في نفس اللحظة تفتح الازمة وبتدينا نتابع الموضوع بعد كده تبين بما لا يدع مجل الشك انه هو مشكلة تقنية فنية حصلت في تحديث برامج وحماية والكلام ده كله قدت انه هو كان البرنامج مش معمول بطريقة سليمة من الشركة العالمية وراح موقع الكمبيوترات واجهزة حاجات كتيرة واثر على الطيران وعلى البنوك وعلى كل ده في كل حتة في العالم النهاردة كان ده محور نقاش وكان لسه من يوم او اتنين كنا عاملين اجتماع مبارح لهذا الموضوع ولكن النهاردة خدنا اجراءات وقرارات جوه مجلس الوزراء عشان تحسبا من لو لا قدر الله في هجمات سبرانية او لو حصلت مشكلة زي دي تانية حنتعامل معها ازاي انا كل ده بقوله لان على طول بتطلع يعني احنا كل يوم يعني انا يعني احنا بتكلم بمنتهى الامانة والشفيفة معك كل يوم بنسحق مع مجموعة شائعات وحاجات بتطلع هدفها انها تعطي انطباع سلبي للمواطن المصري واحنا مطالبين على طول ان احنا نتعامل ونطلع ونرد على هذا الموضوع زي ما طلع كده وتقال يعني الموضوع بتاع مصر اتشال من صندوق النقد الدولي والبرنامج والكلام ده كله واحنا مش واخدين بالنا واحنا بنطلع حاجة زي كده ازاي ممكن نضر بالوضع بتاع البلد اللي بيطلع هذه الكلام وبيبعايز ان هو يعني يقول انا بعمل صبق بهذا الموضوع وهو مش واخد باله هو ما تحراش حتى الاول هو الكلام ده صح ولا لا مش واخد باله ان ممكن ده يكون ليه تداعيات سلبية جدا على البلد في هذا الموضوع برضو تحركنا وتواصلنا وعملنا وطلعت البيانات اللي بتؤكد ان الملف بتاع مصر موجود وزي ما هو في البرنامج فجئنا بعدها بيوم باشعاء سقوط طائرة مصرية ما عرفش فيه يعني حضركم كمصريين لازم ناخد بالنا في ناس قعدة يعني انا اسف متفرغة ليه ازاي اننا اشيع حالة من الطاقة السلبية والاحباط في الدولة المصرية فلازم نبقى واخدين بالنا ان احنا الامور ازاي ماشية واحنا كدولة يعني بناتعامل والحكومة بتطلع وبتتكلم بصورة عامة لكن احنا كمان لازم نبقى واخدين بالنا من تداعيات اللي بيحصل ان كل يوم فيه غرض ان يعني يبقى فيه نوع من الاخبار يعني انا اسف المغلوطة والسلبية اللي يعني تؤدي ان الناس تبقى يعني مهمومة وزعلانة ان فيه حاجة بتحصل وده جزء من اللي احنا قلنا عليه حروب الجيل الرابع والخامس اللي بتحصل على مستوى العالم فلازم ان احنا كلنا نبقى وعيين بهذا الامر علشان نبقى عارفين قد ايه في الظروف اللي احنا فيها واللي زي ما حضركم شايفين بدون يعني اتكلم في تفاصيل كل يوم في حتة في العالم بيحصل حاجة وتغيرات بتحصل وتدعياتها على العالم كله بما فيه مصر فعشان كده يعني انا حابب ان احنا لازم يبقى عندنا نوع من الثقة ما بين المواطن والدولة بقى جهزتنا ان احنا بقدر الامكان بنحاول نتعامل مع مناخ يعني في حالة عدم يقين غير مسبوقة وازاي ان احنا بقدر جهدنا بنحاول ان احنا نحل الازمات اللي موجودة وان شاء الله ربنا يقدرنا على هذا الموضوع ودايما هنكون حريصين من خلال هذا المؤتمر ان احنا نرد على اي شيء يثار في هذا الامر